السلام عليكم ازايكم يا شباب عاملين ايه ان شاء الله كلا تبقى كويسين وفي احسن حال ونسمعانكم كل خير دايما كل سنة ونطيبين معيكم زملتكم معاهد عبدالغفر فرقة ربعة هاختب معاكم النهاردة مديور الجنرال فرما بتاعكو اللي هو بمحاضرة عنوانها نيوكليك اسيد سنسيز نهيبتورز بس قبل ما نبدأ نفتكر زمينا نتوفيهم الله وندعي لهم بالرحمة والمغفرة وندعي لأهلهم بالصبر والسلوان وربنا يربط على قلبهم ويجمعهم بيهم في الجنة ونفتكرهم كده معينا في الاميام الجاية دي طيب نبدأ بقى محاضرتنا انتوا بدأتوا شابتر الكيموسيرابيين بفترة وبالاخص يعني المحاضرات اللي فاتت تكون شغالين بمجموعة من الانتيبيوتكس بنسميها بكتيري سايدل او بكتيريوستاتيك انتيبيوتكس تمام بتشتغل على البكتيريا وتعطالها باي طريقة وعلى حسب الجزء اللي هي تشتغل عليه كنا بتسميها باسمها يعني مثلا خدينا الاول نقول ان البكتيريا بتتكون من ايه اصلا متكون من برا بيكون فيه كابسول كده بعد كده بيقى فيه سيلول بعد كده بيقى فيه س جوه زي ريبوزوم مثلا المسؤول عن البروتين سانسلز زي مثلا الميزوزوم زي مثلا الدي ان ايه وبقى فيه نيكليس والكلام ده تمام طيب احنا على حسب الجزء اللي هنشتغل عليه علشان نوقف الفونكشن بتاعة البكتيريا دي هنسمي الانتيبيوتكس باسمها طيب يعني فيه مثلا انتيبيوتكس محاضرة اخدتوها بعنوان سيلول انهيبتور زي كانت بتشتغل على السيلول من برا وتعطى الفونكشن بتاعة البكتيريا عن طريقه تمام والمحاضر اللي بعدها كانت اسمها بروتين سانسل يعني كانت بتوقف عملية التصنيع بتاع البروتين نفسها احنا هنا هنشتغل على ايه هنشتغل على جزء الدي ان ايه فسميناها نيوكليك اسد سانسلز زي انهيبتورز تمام طيب نبدأ بقى محاضرتنا احنا العيلة بتاعتنا كان نيوكليك اسد سانسلز زي انهيبتورز اسمها ايه اسمها كفينولونز او فلورو كفينولونز هل هم نفس الحاجة لا بصراحة مش هم نفس الحاجة هو هنا كتبها لكم نفس الحاجة لان هو كتب لكم معلومات بسيطة قوي عن الموضوع بس لو عاي احنا في البداية لما باستخدم انا لما بيجي استخدم اطلع اي دواء معين بستخدم مادة في البداية هنا قالك المادة اسمها ايه اسمعنا لديكسك اسد لما باستخدمها بطلع اي محاولة مبدئية خالص يعني انا اول دراج اول حاجة بطلعها خالص اللي بسميها بعد كده بطلع حاجة مبدئية خالص يعني مجرد تجربة بعد كده بافضل بقى اعدل عليها وحسن وطوروا الكلام ده عشان اوصل لكفاية اعلى وبوتنسي اعلى من الدراجز دي صح؟ طيب انا هنا الماد احنا لستخدمتها اسمها ايه اسمها لديكسك اسد لما طلعت منها في البداية اول محاولة هنسميها وهنقول عليها دلوقتي ده كانت محاولة مبدئية بتشتغل على حاجة بسيطة اوي ويعني حاجة محدودة اوي تمام هنبدأ بعد كده نعدل عليها لما بدأوا يعدلوا يعني مثلا فرضوا ان التركيب الكيمستري بتاعت ان الديكسك اسد دي او الفرستة جنريشن كانت حاجة معينة هم جوموا عندي صايت معين في الكيمستري بتاعتها ورحوا مزودين زورة فلورين تمام او فلور جروب وبعد كده لما بدأوا يعديلوا بقى قالك احنا هنسمي انغير الاسم من شوية تبعا للتعديل العملية يعني احنا زودنا ايه زودنا فلور فهنسميها بدل ما كانت كوينيلون نسميها فلور كوينيلون تمام فهمتوا كده التسمية جات منين طيب نرجع لما ارجعنا بقى كان انا مقناش حالي طيب الان كوينيلون دي عبارة عن ايه اصلا قالك انها هي يعني مجموعة جديدة من الانتيبيوتكس اللي انا بصنها يعني بصنها مش طبيعية مثلا مش بستخرجها من حاجة معينة وديها له للشخص ده زي ايه ما هي كده ولا حاجة لا ده هي انا بجبت مادة مبارس مانا يدليكسك اسد فعلا وبدأت اصنع عليها واعدل وحط حاجات والكلام ده فانا بصنعها بايدي تمام فهي يعني ايه يعني انتو عارفين مؤخرا كده كان انتشر موضوع بتاعت الانتيبيوتكس دي يقولك ان الشخص من كتر ما هو مسلا بياخد انتيبيوتكس عمال على بطل جسمه ما بقاش بيستجيب لاي نوع من الانتيبيوتكس لما يحتاجها تمام فهنا انا لما لقيت ان البكتيريا بقت مقاومة لانواع كتير من الم مدودات الحيوية الموجودة عندي بدأت اصنع مدودات جديدة علشان تبقى مش مقاومة لها صح? طب هنا انا بيقولك انها بصنع الجيل ده او بصنع العيلة دي علشان للبكتيريا بقت آآ آآ يعني وصلت لها ضد الموجودة في السوق تمام? طيب. المهم هنا انا بس عايز اطلع من الستايل دي بايه? ان الكون دي عبارة عن بصنعها بطلعها علشان بطلعها من مادة اسمها ايه? من الديكسك اسد. خلينا نوصل لحد هنا. طيب? احنا اقول لها لما بدأنا خالص في البداية انا استخدمت مادة الديكسك اسد دي للا لسه حاطيت عليها حاجة ولا عدلت ولا الكلام ده. فلما طلع اول محولة يبدأ ايه? هسميها وهسميها باسمها اللي هو الديكسك اسد. تمام? طيب. ده كان شغال على ايه? شغال على حاجة مدوصية تقوي. او خلينا نقول في الاول ايه انواع البكتيريا اللي انت ممكن تطارجت دماغك كده تطارجت ان انت تشتغل عليها? ايه انواع البكتيريا الموجودة اصلا? ممكن يبقى فيه ممكن يبقى فيه ممكن يبقى فيه بكتيريا كده زي ما يكون ملهاش ملة. البكتيريا اللي ملهاش ملة دي اللي هو متعرفش هي ولا 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 ايه? اما تيجي مسلا تصبغها بحاجة معينة. البكتيريا دي مسلا يعني ما تيجي تصبغها كده لا تبقى عارف هي ولا ما جمعة كرايتيريا من هنا على كرايتيريا من هنا مش مديك نوع معين. فمنسميها اتي بك البكتيريا يعني مش نوع معين منه. تمام? في بكتيريا تالتة اه رابعة اسمها انيروبك بكتيريا. يعني مسلا في بكتيريا متمدة في شغلها ب بشكل اساسي على وجود الاكسجين. على وجود الهوى. في بكتيريا تانية حيه لو موجودة في ميديا مفيهاش اكسجين ولا فيه هوا ولا اي حاجة لا بتتعامل وتعيش وتتكاصر عادي والدنيا كويسة معها. تمام? دي الانيروبك بكتيريا. فدي البكتريات اللي انا ممكن اترجل ان انا اشتغل عليها. طيب? انا لما طلعت المحاولة المبدئية خالص الفرست جنوريشن بتاعنا ده. اشتغل عليه? اشتغل طبيعي ان هو حاجة بسيطة خالص في الاول ده لسه اول محاولة. كانت بيشتغل على مجرد بس لا ليه اكشن على ولا الانيروب ولا الانيروب ولا الكلام ده. هو مجرد بس ليه شغل بسيط على الانيروب. طيب? لان بدأت اعدل بقى من بره وزي ما قلنا عدلنا ازاي والكلام ده? بدأنا نطلع احسن شوية. سميناه كان ليه ادوية كتير قبل. بس هو هنا اكرب لكم الاحسن او الاشهر. يعني مثلا هنا كاتب لك النورفولوكساسين والسيبرو. السيبرو ده مش عارفة سمعتوه لا لا بس هو مشهور اوي اوي اوي. تمام? طيب المهم هنا ان اشهر حاجة في هو هو النورفولوكساسين والسيبرو فولوكساسين. وما طبيعي يبقى احسن من من الفرست شوية لاني عدلت هيشتغلوا على ايه ده بقى? هيشتغل على الجرام نيجاتيب بكتيريا والجرام بوستيف والآتيبيكال بس مش هنوصل اوي لمرحلة الانيروب. هو لسه مجرد بس ان هو حسن شوية واشتغل على الجرام بوستيف والآتيبيكال. تمام? طيب. بعد كده لما بدأت احسن اكتر واكتر طلعت لك جيل تالت اسمه ليفوفولوكساسين. السيد جينريشن ده بيشتغل على ايه? طبيعي ان هو هيبقى احسن من السكن ده مول بيعدل ليه? طيب لما هيبقى احسن من السكن ده هيشتغل على ايه? هيشتغل على الجرام نيجاتيب برضو. والبوستيف بس هيبقى اقوى شوية لبوتنسي بتاعته على الاتبيكال بكتيريا اقوى من السكند جينريشن. تهميني؟ طيب. بعد كده لما بدأت احسن اكتر وصلت لحد الفورس جونريشن. طلع لك اشهر نوعين منهم اللي هو الموكسي فلوكساسين والجاتي فلوكساسين. بس بينكم يعني الموكسي اشهر. تمام? بس خلينا نعرف الجاتي فلوكساسين والموكسي فلوكساسين. كويس ان هو كاتب انواع قليلة اصلا. تمام? المهم يعني هو الجاتي فلوكساسين والمكسي فلوكساسين ده بقى هيشتغل على كله لأنه هو أقوى حاجة فيهم أو أحدث حاجة وسطولها اللي هو إيه؟ يشتغل على الجرام نيجاتيب والجرام بوستيب والآتيب كالبكتيريا بنفس البوتنسي بتاعة السيرد أهو اللي هو بلاستو يعني هنا مثلا بلاستو بس يعني شغله أقل شوية من البلاستو أكيد بلاستو ده يعني أقوى شوية من ده فاهمين؟ طيب؟ المهم إنه هو هيتميز بإيه؟ هيتميز بإنه بيشتغل على الأنيروب البكتيريا اللي محدش من دول عارف يشتغل عليها طيب؟ يعني ممكن يجيب لك سؤال يقول لك إيه من دول اللي بيشتغل على الأنيروب؟ هنا نقول إنه هو المكسي فلوكساسين مثلا أو الجاتي فلوكساسين طيب؟ يبقى أنا في البداية طلعت الفيرستي جنوريشن اللي هو النريدليكسيك أسد نيلي دي نيلي دي أول حاجة خالص اللي هي كت متدلعة دي في الأول خالص تمام؟ يشتغل على مجرد بس الجرام نيجاتي فهي حاجة مهمة الدكتورة أكيرت عليها أن الفيرستي جنوريشن بيشتغل بس على الجرام نيجاتيف أول حاجة هي جرام نيجاتيب تمام؟ مش بوستيف ولا حاجة لأ هي جرام نيجاتيب تمام؟ طيب يعني ممكن يجيب لك سؤال بيقولك إن ديكسيك أسد بيشتغل على ايه؟ تقولي الجرام نيجاتيب طيب لما جيت حسن شوية طلعت اتنين اللي هو النور والسيبرو النور فلوكسسين والسيبرو فلوكسسين يشتغلوا على الناجاتب والبوستيف والأتيبيكل بعد كده السيرت جينيريشن اللي هو اللييفو اللييفو فلوكسسين يشتغل على التلاتة برضو والأتيبيكل أكتر شوية فبعد كده الجاتي فلوكسسين والموكسي فلوكسسين اللي هما الفورس جينيريشن يشتغلوا على كله ناجاتب وبوستيف وأتيبيكل وأنيروب ودي حاجة مميزة لي بعد كده بتاعت الدواء ده هنبدأ نتكلم بقى في كلام بسيط اولا بيقول لك ان هي هو اصلا بتبقى عبارة عن تابلتس فانا لما باخدها كده بتحصل لها ابزوربشان كويس عادي ايه مش معلومة ذات اهمية يعني حاجة بسيطة ايه بعد كده قالك ان هو يعني ايه يعني في انواع معينة من الاكل او في معادة معينة يعني ما ينفعش اخدها مع الدرج ده او ما ينفعش ابقى مثلا واكل وبعدين اخد الدرج ده بعد وعلى طول لان الاتنين بيعملو ما ينفعوش مع بعض الاتنين يعني مسلا الاكلة اللي انا واخدها دي لو فيها حديد او اللي هو انا واخد مسلا فيتامين حديد اه وجد خط بعده الدواء ده ده اللي بيقلل بتاعه شوية تمام بيقصر على بتاعه بيقصر على بتاعه في جسمي تمام فبالتالي انا بعمل يعني بدي بدي للشخص ده ان هو مسلا يفصل ما بين الاكلة ويفصل ما بين الدواء ده مسلا ساعتين او اربع ساعات او كده. تمام? طيب. يبقى لك ان فيه انواع معينة من الاكل بتاعة دروز دي. خاصة ان الحديد اللي هو اللي هو لو حد بياخد يعني او اكل في حديد او كده يعني بيمسك بيمسك في الدواء ده فبالتالي ما يمسك فيه يخلي بتاعه ما يحصلش بشكل كويس. تمام? طيب. بعد كده قالك ان هو انا بدأت في الاول انتم عارفين اللي هو العمليات اصلا بتبقى ايه? احنا عندنا بعد كده بعد كده بعد كده لازمة بعد كده احنا نمشي مع الاربع عمليات بتاعة زينا. اول حاجة قلنا بتاعه بيحصل قرالي عالي. طيب بعد كده لما اتكلمت على وممكن ايه اللي يقلله قلناه في اكل معين او خلينا نقولي المثل زينا. تمام? طيب. بعد كده بتاعه قالك يعني بيوصل حتى اللي هو الاغشية اللي حوالين تمام? طيب. هو بيوصل ويعدي البرين بريير دي وممكن يوصل للبرين. طيب? بعد كده قالك اللي احنا وصلنا لحد ايه? قلنا ابزوربشن وديستريبيوشن. بعد كده هنبدأ نعمل الميتابولازم والاكسيكريشن. بتاع الدرج ده بيتم عن طريق الرينال والهيباتيك روتس. تمام? يعني عن طريق الكدني او عن طريق الليبر عادي. تمام? طيب. بيبدأ يجهزه عشان يخرج. وقالك اللي هو ان الدرج ده ممكن يعدي البلاسينتا. وكمان يخرج في الملك. يعني لو واحدة مثلا بريجننت وممكن يعدي من من الام لابنها. وممكن يعدي لو واحدة مثلا بتردع ولا حاجة. يخرج في اللبن ويروح لابن. لابنها اللي بتردعه ده. تمام? وبالتالي انه هو كونترا انديكيتد في حالات البريجننتي واللاكتيشن لانه بيعدي بلاسينتا وبيعدي فين في الملك. تمام? طيب. هو بيعدي تلت حاجات دلوقتي. بيعدي البرين باريير وممكن يوصل للبرين ودي حاجة مترتبة عليها كمان شوية. وكمان بيعدي في اللبن وبيعدي في البلاسينتا. ممكن يوصل من الام لابنها. تمام? طيب. قالك بعد كده اخذ خطوة خالص اللي هي بيتم عن طريق ايه? عن طريق الرينا. اللي بيتم عن طريق الكدنيب. بيخرج في اليورين. معادة مين? ودي معلومة مهمة جدا 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 جدا. والدكتورة اكدت عليها اصلا وقالت ان دي جاي في الامتحانس وقال. تمام? اللي هو ايه? قالك ان كلهم بيحصل لهم عن طريق معادة الموكسي فلوكساسين. اللي هو كان اصلا جيل كام ده الجيل الرابع اللي هو sal deste generation. الموكسي فلوكساسين ده قالك ان هو الوحيد اللي مش بيخرج عن طريق الرين لا ده بيخرج من الهباتك. تمام? يبقى مين مين هنا المو بيحصلواش فى الرينا اللي هو الموكسي فلوكساسين. موكسي مش بيحصل له في الرين لكي? طيب سريعا كده الكيناتكس اللي عندي في البداية زيان بيحصل فيه خورة لكوايس تمام? بس فيه حاجات ممكن تقلله شوية زي عشان بيتمسك بيه. اكي? طيب بعد كده قليك الدستربيوشن عادي لدرجة انه ممكن يوصل للبريم بيعدي بعد كده هيتم عن طريق وبيعدي ممكن الام لو بتاخده وهي حامل يعدي لابنها عن طريق وممكن لو بترضع يعدي لابنها عن طريق الملك وبعد كده كلهم بيخرجوا عن طريق مع دمين مع دمين اللي هو الموكسي فلوكسازين اكي? طيب بعد كده طيب نشوف بقى بتاعة العيلة دي قالك ان هي بكتيري صيدل يعني ايه بكتيري صيدل صيدل يعني بتقتل وبكتيري اللي هو البكتيريا بكتيري صيدل يعني بتقتل البكتيريا طيب يعني هكلمة ليها اهمية هنا طيب هقولك بص اي حاجة تانية اسمها يعني ايه بكتيريوستاتيك وايه الفرق ما بينها وبين البكتيري صيدل بكتيري صيدل يعني بتقتل البكتيريا يعني بتقضي عليها بتعمل حاجة تقضي عليها خالص تموتها. اكي? لكن دي يعني بت بتاع البكتيريا يعني هي عايشة بس مش عارفة تنمو بشكل كويس. تمام? يعني حاجة بتدلعها كده شوية. لكن بكتيريا صويدة دي فيتجيب من الاخر وتقتل ها خالص او تمنع حاجة اساسية فيها. تمام? طيب. يبقى لك ان هي بكتيريا صويدة لان هي بتمنع بتاعها. اه بتاعها. اه بتاعها طبيعي انها تموتها. اكي? طيب. بعد كده قال لك خلينا بقى نشوف البكتيريا اصلا بتكون بتاعها ازاي? وبعد كده نرجع عشان نشوف الدراك ده هيشتغل ازاي? اه هيشتغل على اني الجزء معين في الباصوي ده. اكي? طيب. احنا عارفين بصوا انا جبت لكم ابسط رسمة خالص ومش هنحتاجها او مش هتكلم عليها او انا هقول لكم من الحاجات اللي احنا محتاجينها كده. علشان بس ما نتعقدش من الرسمة. اكي? طيب. بصوا انتو عارفين ان هو الدي ان اي بيبقى عبارة عن دبل كانت كده. بعدين بيبدأ مسلا عشان نبدأ يعمل ده او يبدأ اللي هو ايكون نسعة جديدة بيجي انزيم اسمه بيبدأ يفك الاتنين دول من بعض يفك الشرتين هم بيقوا مسلا ده كده هم بيبقوا مسلا يعني يعارفين لفين على بعض كده لفين على بعض كده تمام? هو بيجي barreك ده يقوم جاي فاصلهم عن بعض تمام? ويبدأ لما يفصل كده فيه حاجة انزيم تاني بيقوم جاي مكون انا عندي هنا قواعد كله مكون من قوايا ده. قوايا 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 كده. تمام? في انزيم تاني بيجي كون بقى كل قاعدة بتبقى مقابلة للقاعدة لقصدها. بنكون مسلا شريط جديد من الشريط ده. وشريط جديد من الشريط ده. انتو عارفين بقى الكلام ده من البايو. تمام? بس المهم يعني ان احنا نوصل هنا. بس تخيل معايا ان انا عندي شريط منفوف حوالين بعضه كده. لما تيجي تشد الاتنين من بعض هيجي يعني هيتفصل معاك شوية قدام بس وراء هتلاقي فيه شوية بصوا اللي هو زي ما يكون كويل ده كده على بعض او الكاعدة وفق بعض كده شوية تمام? فبييجي هنا الكاعدة اللي حصلت وراء هنا كده نفترض انها حصلت هنا كده. بيجي النورمال يبتكلم على ده النورمال خالص النورمال. النورمال بيحصل ايه? في انزيم اسمه توبو ايزومريز تو انزيم. توبو ايزومريز تو. يعتبره ده ده تو. تمام? بيقوم يفكي ده عشان عمية تكمل ويفضل نكون الشريك جديد والكلام ده. تمام? يبقى مين اللي بيفكي ده? انزيم اسمه توبو ايزومريز تو. طيب او الجايريز انزيم. طيب نيجي بعد كده انا في قول الاخر ان توبو ايزومريز ده اشتغل وفعلا فصلنا وكوننا شريتين جداد. بس استيل ان الشريتين الجداد او الاتنين دي ان ايه جداد اللي لسه متكونين دول مسكين في بعض في حتة معينة. مين الانزيم بقى اللي بيجي فكيلي? الاتنين دول من فور. تمام? يبقى التوبو ايزومريز تو بيعمل ايه? هو بيفك اللي بيحصل ده عشان يكمل. تمام? لكن التوبو ايزومريز فور بيبقى مرحلة متأخرة شوية لما يتكون وكل حاجة تخلص. بس هما لسه مسكين في بعض مع بعض في نقطة معينة. هو بيجي فكوا من بعد عشان كل واحد يبقى دي ان ايه منفصل. تهمتوا كده? طيب. دي اللي هو بيحصل نورميل. انا هجي دلوقتي اشتغل على ايه? طبيعي الانتيباتيكس دول تفتكروا هيشتغلوا على ايه دلوقتي? هيشتغلوا على الانزيم ده? يا اما الانزيم ده? يا اما يشتغل الانزيم ده? يعمل له انهيبشن فبالتالي الكويلينج ده لما يحصل مليش حد يفكه فادي ان ايه العملية تقف وخلاص كده مفيش حاجة تصنع. يا اما يسيبهم يصنع لحد الاخر خالص. بس يجي عند النهم. لازم ينفصلوا من بعض عشان كل واحد يبقى فعلا دي ايه منفصل? بيقول لك ايه? لا انا هشتغل على ده واعملوا وما خلهمش ينفصلوا من بعض فكأنك ما كونتش حاجة وفعلا العملية تقف برضو. تمام? طيب انا هشتغل على ايه او ايه او ايه نرجع بقى لمرجوعنا. قالك هنا الميكانيزم قلنا ان هي بكتبه صيدل. هتشتغل عن طريق ايه? قالك عن طريق انها بتعمل انهيباشن للدين ايه ريبليكيشن. سرو ايه? قالك انهيباشن للدين ايه جايريز. الجايريز ده اللي هو توب ايزمريز تو زي ما لسه قيلين. تمام? قلت لك ان فيه بيحصل كده. لما تيجي تفصله فهو اللي بيفكه. لأ هو هنا بيعمل انهيباشن للنظام ده. فما تلاقيش حد يفك الكايلينج ده فالعملية توقف. تمام? يعني قالك ان هو ببساطة التوب ايزمريز تو ده ووظفته ان هو فلما يبقاش موجود مش هيحصل ده. اه الحاجة التانية قالك ان هو برضو بيشتغل عن طريق انه يعمل انهيباشن للتوب ايزمريز فور. دوتر يعني دوتر عارفين دوتر يعني ابنة. طيب يعني اللي هو الابن بقى اللي تكون جديد خالص. يعني في الاخر خالص لما يبقوا انترلينكد مع بعض كده هو بيفصلهم. تمام? هو هنا بيعمل انهيباشن للانزيم ده فما يتفصلوش. طيب كل واحد منهم بيقى موجود في نوع بكتريا معينة يعني توب ايزمريز تو بيقى موجود مسلا في الجرام نيجاتيف. اما توب ايزمريز تو فور بيبقى موجود في الجرام بوستف زي ما هنقول دلوقتي. تمام? المهم هنا ان احنا نعرف بس الميكانيزم. طيب. لكن الاني بي بقى زي لسه النقطة اللي كنت بتكلم فيها. لكن هو جنرالي او توب ايزمريز تو ده is the primary target in جرام نيجاتيف بكتريا. يعني هو موجود في الجرام نيجاتيف بكتريا. والانتي بيتكس اللي بتشتعل على الجرام نيجاتف زي من مثلا؟ تمثلي معي كده؟ زي نايدليكسك أسد اللي في القوي خالص المحاولة المبدئية اللي بيتشتعل على الجرام نيجاتف بكتريا كانت موظيفتها انها تشتهلة على التوبو ايزمريس 2 تعمله إنهب mourning طيب بشكل أساسي معين ما كانش لها شغلة فور طيب لكن الحاجات اللي بيتشتغل على الجرام بوتف بكتريا تشتغل مينionalي على التوبو ايزمريس 2 فاهمين كده؟ طيب فور مع الجرام بوستيف وتو مع الجرام طيب قالك بعد كده في حاجة تانية بيقولك ان يعني ايه الكلام ده قالك يعني وظيفتها كبكتيريا صايدة بتبقى معتمدة على التركيز بتاعها يعني بتقوم بوظيفتها على حسب التركيز هي والله معلومة بديهاية مش الكلمة تحسها غريبة بس هي معلومة بديهاية يعني حسب التركيز لو انا ديت اللي هو تركيزه كويس ان هو يعمل لكل البكتيريا اللي عندي خلاص هيشتغل عليها كويس طيب لو كان التركيز قليل قوي والبكتيريا هي الكتير قوي عليه فمش قادر يلاحق عليها كلها فمش هيقدر يقوم بشغله بشكل كويس تعمل هي مش معلومة لها اهمية تمام نبدأ هنا بعد كده قالك ان هو ودي حاجة مهمة لما تيجي تقول لي ان انا الدراك اللي انا دخلته من بره ده هيعرف منين ان هو رايح يشتغل على البكتيريا مش ممكن يشتغل على جسمي انا انت سؤال منطقي بس لأ الانتيبياتيك ده بيشتغل على الدي انا كهيومان مش مش سنزتيب لي يعني هو ما يقدرش يروح يشتغل عليه ما بيستجيبش ليه اصلا هو دوله ان هو يستجيب بتاع البكتيريا عادي يقدر يستهيف بتاع البكتيريا ويشتغل عليه لكن انا ما يقدرش يشتغل عليه تمام طيب طيب نشوف بقى بتاعتنا بصوا البكتيريا دي كانت ممكن تروح تعمل فين فيا مكان في الجسم تمام بس بالاخص يعني هنا يعني هي العيلة دي بتستغل من شكل اساسي في حالة اليوتي اي بتبقى عاملها شوية بكتيريا غالبا فهو هنا بيشتغل عليه يعني مسلا ما تلاقيه حد عمل عنده اعراض اليوتي اي وراح يوتي اي اللي هو راح عمل مسلا التحليل بتاعها وطلع فعلا انه عنده الانفكشن دي بيدوله بيعتمدوا على العلاج ده تمام طيب ايه تاني قال لك احنا البكتيريا دي بتشتغل مثلا كيورو جينيتل يورو يعني 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 العضاء اللي هي بتاعت كميل او في ميل يعني لو كميل مثلا بتاعته راح عمل راح حصل فيها انفكشن اللي هي نسميها بروستاتايتز احنا برضو ممكن نبدي في الحالة دي تمام الجنورية الجنورية دي نوع من يعني الديزيز بيتنقل عن طريق برضو فلما يحصل او يبقى عندي الديز ده تنقل عن طريق مسلا في شخص عنده الانفكشن ونقله بالطريقة دي انا بتديه في الحالات دي برضو تمام يبقى بتديه في الحالات اليورو جينيتل انفكشن اللي هو والجنورية تمام طيب بعد كده قال لك برضو لو في انفكشن زي اسمها تيفويت فيفر تيفويت فيفر دي مش عارف اسمعتو عنها ولا لا بس يعني مش حاجة مهمة انتعرفوها هنا المهم هنا ان انا ممكن اتديه في حالة تيفويت فيفر والبريتونايتز وهنا المالتي دروج رزيستان تي بي التي بي اللي هو عارفين التي بي مش عارفوا ممكن انتبقى لأ ممكن لسه تاخدوه في ان شاء الله يعني تمام طيب التي بي ده معروف ان هو بيتعالج باربع ادوية اساسية تمام هو ده الكورس بتاعه البروتوكول بتاع العلاج بتاعه معتمد على اربع ادوية فلما بيكون في حالات للتي بي دي قال لك انها ممكن اتالجأ شوية لمساعدة من العيلة دي تمام طيب بعد كده قال لك في حالات وهنا خلي معلومة ديك على جنب هي مش مكتوبة عندك او مقالهاش هنا بس في نوع معين من الجنريشنز اللي انا اتكلمت عليها هو اللي متخصص للرسبيراتري تاكتي انفكشنز اللي هو بالاخص الجيل الرابع الفورس جرنيشن اللي هو كان الموكسي او الجاتي فلوكسسين كانوا دول اللي هم ديهم شغل شوية على الرسبيراتري تاكتي انفكشنز الباقي ما كانش ديه شغل تمام بس دي مش حاجة ليكو او ما تعرف يعني مش شرط اتعرفوه هنا تمام طيب طيب بعد كده بستخدوهم برضو لو في انفكشن في العظم مثلا ولا حاجة او في السكن سكن انفكشنز يعني بقى عن حسب اي مكان انا عندي ممكن يبقى يوتي اي يوتي اي او فيروستايتس او جنورية او تيفويت فيفر او فيريتونايتس او مالتي تاكتي انفكشنز او استيوميليز تمام يبقى الرسلي اي حاجة مثلا لو جالك سؤال كاريتن ولا حاجة لان بالمناسبة الدكتورة كانت قالت ان السؤال اللي هيجي ريتن من الكيموسيرابي هيجي من جزء الكوينولونز ده فاحنا ممكن نعرف اي حاجة هنا ممكن تيجي ويعني الحمد لله ان الكلام هنا بسيط شوية يعني الكلام مثلا في اليوزيس بسيط انا ممكن بس اعرف ان هو كيوروجينيتا انا كده جمعت تلات نقط اللي هو اليوتي او بروستايتس والجنورية ممكن اطلع فوق شوية اقول لك او ده ممكن يقفى فيه تايفويت فيفر وبروتونايتس بروتونايتس ده البروتونيام ده هو الممبرين بتاع المواطن لالجي اي تي فممكن يحصل فيه التهاب اللي هو بنسميها بروتونايتس تمام هي يعني الديزيز دي كلها تاخدوها بعد كده بالتفصيل تمام طيب بعد كده قالك مثلا في حالات التي بي ممكن نطلع فوق شوية في الروس بيروتويتكتي انفكشنز هنجمع كزا حاجة تمام طيب يبقى ممكن اي حاجة من دول تجلنا كرتب طيب بعد كده قالك الادفيرس افكس بتاعت الدروجز دي ايه قالك حاجات بسيطة بقى الحاجات العبيطة دي اللي هو النوزيا وفومتينج وابدوميا اللي هو ممكن يحصله اصلا احنا عمرنا اخدنا الدروج قبل كده قلنا صايد افكت بتاعه ايه غير ما قلناهم لا هو يبيحصله مع اي حاجة اصلا تمام طيب ممكن يحصل هدك صدوع او ديزنس ديزنس يعني ضوخة كده ودروخة تمام طيب الحاجات الميميزة بقى اللي هو هنا اللي ممكن تبقوه حاجة الميميزة دي مش بتحصل مع كل الادوية ولا حاجة اللي هالفوتو申تي بتي يعني ايه فوتو سنتيبيتي كوتو يعني ضوء سنتيبيتي يعني شخص ده متحسس للضوء يعني يعني جسمه او السكان بتاعه بيدري اكشن غريب شويه لما يتعارض للضوء تمام مع الادوية دي طيب هي مش بيحصل مع كل الناس اكيد بس هوا حاجة يعني ممكن لاحظوها في بعض الناس تمام فممكن لو جي شخص يشتكي منها تقول ان هي اودوارد المفاصل يعني مسلا في مشكلة في المفاصل او فيه في المفاصل دي في تعب في المفاصل يعني تعب في المفاصل يعني هو بيعمل تعب في المفاصل عن طريق ايه? عن طريق ان هو بيعمل شوية يعني او دامج لي الخاصة يعني بشكل اخاص شوية في الناس اللي هي اقل من 18 سنة اول اطوال يعني تمام? فبالتالي انا دي كلها بحاول بشكل كبير ان انا تجنبها في اي حد اقل من 18 سنة تمام? طيب. عشان موضوع الجروينج كارتل الجال. انتم عارفينه مسلا تحت 18 سنة تبقى لسه الشخص ده بيطول والبوم بتاعه جروينج وكده بعد 18 سنة بيبدأ يقف تمام وطوله يثبت فبالتالي لو هو اقل من 18 سنة ممكن يأثر على النموه بتاعه ويعمل مشاكل بعدكه في النموه يعني حاجات كبيرة مش مجرد ان هو بس تعب في المفاصل او كده فاهميني? طيب. نجي بعد كده قال لك اخر حاجة ان هو ممكن يعمل intentionally يعني ايه الجابة? الجابة ده يعني بيعمل inhibition للجسم. تمام? هو هنا بيانهبة الجابة ده. يعني الجابة قصلا هو inhibitory neurotransmitter. هو بيانهبة الجابة. يعني بيعمل لي حاجة اللي هو كأنه بيعمل نفي نفي اسبات. كأنه بيعمل فيسبب لي ايه? فيسبب لي يعني تشنو جات. انسومنيا عرق و يعني كوابيس. تمام? فيعمل هو بيعمل انهيبشن للجابة مش في كل الناس برضو انا بقولك في حالات بسيطة قوي فيعمل لي ايه؟ وانسومنيا ونايتميرز وبالتالي لو شخص مثلا عنده هستوري بسيجورز او عنده مشاكل ابليفسي ولا اي حاجة انا بحاولة تجنب الدروك ده معين طيب يبقى لاتفيروس افكس ايه لكن الحيات العبيطة اللي في الاول دي هي النوزيا والفومتينج والابدوميا والسكمفرت والهيرك والديزنس والكلام ده ممكن حاجة اللي هو الفوتو سنسيتيبيتي اللي هو الرياكشن للضوء وبالتالي بحاولة تجنبه في الاطفال اللي هم قل من 18 سنة يعني عشان مشاكل النمو والكلام ده وممكن يعمل انهيبشن للجابة فبالتالي بحاولة تجنبه في اي حد عنده هستوري من سيجورز او كده تمام؟ الكونترا انديكيشنز يعني امتى ماينفعش قدي الادوية دي انتو لو تفتكروا خلينا نقل بالسولايات كده لو تفتكروا احنا اصلا قلنا ثلاثة منهم واحنا ماشيين من شوية صح؟ انا في البداية خالص لما كنت بقولك في الكاينيتك سألتلك ان هو بيعدي الفلاسينتا وبيعدي في الملك فبالتالي لو واحدة بريجنانت ولو واحدة اللي هو في اللاكتيشن او كده ماينفعش تاخده صح؟ يبقى احنا كده جمعنا اتنين التالتة اللي هي لك في الاسطاية دي قلتلك ان هو لو حد اللي قال من دو انداشر سنة دي مشاكل عن نموه فبالتالي بحاولة تجنبه يبقى كده ثلاثة حاجات جمعناهم اللي هو الاطفال اللي لسه قبل البلوغ او لسه بتنمو بشكل كبير يعني تمام؟ طيب بعد كده قالك ووضايحنا كنا جمعنا اربعة وانا اللي انسيتها دلوقت تمام؟ قلتلك لو حد عنده ماينفعش يا جبب تمام؟ قالك حالات الابليبسي اللي هو الانتي انفلماتري دروكزي دي مجموعة كده اللي هو المسكين هتعرفين بقى البورسيتامول والبروفين والكلام ده تمام؟ يعني انا لو حد بياخد اللي هو اسفلين بتاع البورسيتامول والكلام ده ماينفعش ياخد الاتنين مع بعض ولو هو عنده هستوري من ابليبسي ماينفعش ياخده لانه هو كده المجموعة دي مع بعض كده هتبوتنشيات الاكشن بتاع الابليبسي الافكت بتاعه حاجة ممكن تعمل ابليبسي يعني او حاجة ممكن تعمل انهيبشن للجابة زي ما قلنا عليها تمام؟ بحاول تغنividades في أي شخص عنده إفليفسي بيقالك أجل حاجة في حاجة اسمها في نوع من الأدوية من الدروكزي دي اسمه سبارو فلوكسسن سبارو فلوكسن ده كان جيل ثالث هو مش مكتوب عندنا تمام؟ بس هو جيل ثالث هو Sir Generation ده هو والمكسي فلوكسن المكسي ده كام؟ ده عندنا بقى ده الرابع تمام؟ يبقى في نوع اسمه سبارو فلوكسسن هو ثالث والمكسي فلوكسن اللي هو الرابع دول ليهم مشكلة كبيرة شوية حاجة اسمها برولونجد كيوتي انتربال يعني ايه في مشاكل ما تحصل في اي ديزيز بتحصل كاردياك لما اجي عشان اشوف مثلا ديزيز ده ولا حاجة الاي سي جي نورمالي في حاجة بتطلع ابنورمال فيه الابنورمال ممكن يحصل يعني حاجة من الابنورماليتي يعني بشكل ابسط لان انتو مش عارفة حسن انتو يعني لسه صغيرين شوية عكلام ده بس بشكل ابسط ان هو بيأثر على دي اعلى الهورد فلما يحصل ديز في الهورد اكيد هيطلع لي تأثير هيطلع لي فايندينج ابنورمال في الاي سي جي تمام ايه الفايندينج الابنورمال في الاي سي جي اللي ممكن لقيها مع الدروغ ده اللي هو حاجة اسمها قالك برولونجد كيوتي انتربال كيوتي انتربال دي حاجة كده تخضوها في الفيسيولوجي في الكارديو ااااااااا يعني بتبقى ليها شكل معين في الاي سي جي اللي هو الجيل الرابع والسبارف لوكسين اللي هو الجيل التالت تمام طب نفتكرها ازاي نفتكرها ان التالت والرابع دول حاجات اعلى شوية وبالتالي هيأثروا على الارجان كبير شوية اللي هو الهارد تمام طيب يعني يقول لك اي حد اصلا عنده مشاكل مشاكل كاردياك اريزميا يعني اللي هو اسمها هارفين مشكلة يعني عدم انتظام ضربات القلب تمام الاريزميا دي تمام فلما هيكون حد اصلا عنده اريزميا انا مش بيهزر يعني هو الارجان مش بيقص مش بيقص مش بيقص على ارجان عبيت ولا حاجة لا ادال هارد فانا مش بحاول اغامر في الموضوع ده تمام اي حد عنده اريزميا او بياخد انتي اريزميك دروكس بتجنب الادوية دي معي مع مين مع الموكسف لوكسين او السبارف لوكسين بالتالي لو نجمع مع بعض كده الموكسف لوكسين ده انا قلتلك حاجتين سبيسيفك ليه لحد دلوقتي في الاول خالص قلتلك كل الادوية بتخرج رينال معا ده هو الشريك المخالف اللي ما بيخرجش رينال بيخرج جيباتك تمام الحاجة التانية قلتلك السؤال ده جاي جاي في المتحين لكن الموكسف لوكسين الحاجة التانية اللي بنقولها عليه هنا انه هو بيعمل بيعمل يعني فبالتالي بحاول اتجنبه مع اي حد عنده مشكلة في الهارد اللي هو اريزميا او بياخد دروك للاريزميا اللي هو بعد كده احنا خلصنا للوقتي بس عايزين نجمع المحاضرة كده جمعتها لك هنجمع العنامين اللي احنا قلنا عليها قلتلك ممكن اي حاجة منهم تيجي ريتم وكمان اكدتلكم عن حاجات اللي الدكتورة قالت عليها في المحاضرة تمام طيب بعد كده قالك انا في البداية خلص قلتلك بعتمد على مادة اسمها ايه اسمها نايدليكسك اسد طلعت كان جينريشن طلعت اربعة جينريشنز توقيت التكلم عد جينريشنز كده قلتلك في البداية الفorest جنريشن نايدليكسك اسد عادي السكند سميته ايه سميته السبروفلوكساسين والنورفلوكساسين السادة جنريشن سميته مين سميته ليفو فلوكساسين والفورس الي هو الجاتي فلوكساسين والموكسي فلوكسين تمام ده كالجونريشنظ طيب نرجع لهم اول واحد خلص اللي هو النايدليكسك اسد ده كان بيشتغل على مين? على جرام نيجتيف. قلت لك ده ممكن ييجي سؤال لوحد. تمام? بعد كده بدأ ده بقى ان نشتغل على جرام بوسطف شوية والانيروبك بكتيريا والقاتي بيكالبكتيريا والكلام ده. الرابع بقى هو اللي كان ليه حاجة محدش بيعرف يعملها غيره اللي هو الانيروبك بكتيريا. طيب ده كان جنوريشنز. طيب الايتمز اللي بعده كان ايه? كان القينيتيكس. قلت لك ان هو لو بدأت بابزوربشن كان بيحصل له ابزوربشن اورا العادي. بس فيه ادوية فيه حاجات معينة بتقلل الابزوربشن بتاعه زي الميتالز. تمام? طيب. بعد كده كان بيحصل له ديستريبيوشن. لدرجة ان هو ممكن يوصل لفين? للبلود بريم باريار. طيب. وبيقوم ممكن كمان يعادي البلاسينتا ويعادي في الملك فبالتالي كونترا انديكيتد في حالات البريجنانسي واللاكتيشن. طيب. نيجي بعد كده على مرحلة كان بيحصل له فين? عن طريق الرينال والهيباتي. بس كان كلهم كلهم بيحصل لهم رينال مع عدل موكسي فلوكسسين وده سؤال امتحان. طيب. نيجي على اللي بعده اللي هو الميكانزم. الميكانزم كانوا بيشتغله ازاي? قلت لك كان عندي واحد اسمه هو اسمها هي اصلا بكتيريو سايدل ولا بكتيريو سايدل ودي دغطة مهمة هي بكتيريو سايدل مش سايدل تمام? يعني بتقتل البكتيريا مش مجرد ان هي بتهزر معها. اكي? طيب الميكانزم بتشتغل على ايه? بتشتغل على تو انزيم مهمين? التوب ايزميريز تو او الجيريز انزيم اللي كان هو بيفك الكويلنج اللي بيحصل ده هي بتعمله انهابشن. وكمان بتعمل انهابشن لمين? بتعمل انهابشن ليه? اللي هو كان بيعمل آآ بيفصل دي ان ايه اللي تكونه في الاخر. اكي? طيب. لكن التوب ايزميريز تو بيبقى موجود اصلا يعني كمان اكشن بيقى فين? في الجرام نيجاتيف. اما التوب ايزميريز بيبقى مع الجرام بوستل. اكي? طيب آآ الايتم زي اللي بعد كده الايتم اللي بعد كده كان مين? كان قلت لك حاجات عبيضة في الاول نوزيا ابدوينيا والكلام ده. آآ وممكن يعمل لي وممكن يعمل ايه تاني? هانيا نرجع. ممكن يعمل ايه? او ممكن يعمل قلنا اللي هو بيعمل وبالتالي انا بحاول اتجنمه في الاطفال اللي اقل من تمنتاشر سنة. بعد جاء الايتم اللي بعده اللي هو الكونترا انديكيشن. قلنا اهو بقى مع البريجنانسي والاكتيشن نسه الانها والناس اللي عندها ابليبسي خاصلا لو بياخدوا بعد كده الموكسافلوكسسين والسبارو فلوكسسين بحاول اتجنبهم مع اي حد عنده اريزميا او بياخد انتي اريزميك دروبس اكي? احنا كده خلصنا المحاضرة الحمد لله. آآ لو في اي حاجة بأكدت لكم على الحاجات اللي هي اللي الدكتورة اكدت عليها وان شاء الله اكد لكم عليها برضو تاني في الاسئلة اللي هتنزل لكم. آآ بس كده ولو محتاجين اي حاجة يعني آآ اسأله على طبي. تمام? آآ السلام عليكم.